أثارت إقالة صحفي المغربي ناصر عبدالصمد من قناة الجزيرة القرية بمساندة الجزائر الكثير من التساؤلات والجدل تشير التقارير والمصادر إلى أن الجزائر تقف وراء هذا القرار مما يفتح الباب لاستكشاف الأسباب والدوافع وراء تخل الجزائر في شؤون القناة القرية تعتبر العلاقات بين الجزائر والمغرب معقدة ومتوترة لعدة أسباب من بينها الخلافات السياسية والصراعات الإقليمية وفي هذا السياق يأتي دور وسائل الإعلام والصحافة في نقل الأحداث وتأثيرها على رأي العم ويعتبر ناصر عبدالصمد صوتاً بارزاً في الصحافة المغربية وقد أفرط طاقية الإعلامية بتحليلاته وتقاريره الهامة ترددت أنباء عن أن تصريحات ومواقف ناصر عبدالصمد للتي تنتقد السياسة الجزائرية قد أثارت استياء سلطات الجزائرية وبالتالي قد تكون إقالته من قناة الجزيرة في القطرية نتيجة أدخل وضغوط سياسية من الجزائر قد يكون هدف الجزائر هو إسكات الأصوات المنوئة وتقييد حرية الصحافة والتعبير ترجمة نانسي قنقر